مرتقون قصصٌ إسلاميةٌ وتاريخية وإنه أخي إنه أخي من الرضاعة يا رسول الله قال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة فلا رضاعة إلا ما أنبت اللحم والدم فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فيشترط أن تكون الرضاعة بخمس رضعات أو أكثر فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضاعة ولا الرضعتان وأن يكون الرضاع في الوقت الذي يتغذى فيه الطفل باللبن وهو مدة الحولين قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة فيجوز للأخت أن ترضع أخاها أو أختها الصغار إن احتاجوا إلى الرضاعة فإذا ارتضعت الأخت أو الأخ من أختها الأكبر خمس رضعات في الحولين قبل الفطام فإنهم يصبحوا أبناء لها من الرضاع وإخوتها وإخوة لأولادها ويصبح الزوج أختها الذي در اللبن بوطئه أبا لهما وجدا لأولادهما بالرضاع ومحرما لهما فإذا أرضعتك أختك خمس رضعات أما إن كان الرضاع أقل من ذلك فلا ويصير إخوة الزوج أعمامها تثبت بينهم وبينهما الحرمة والمحرمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع وغير هذه من الأحكام لا يثبت فالنفقة لا تثبت فلا يجب أن ينفق الإنسان على بنته من الرضاع كما ينفق على بنته من النسب والميراث لا يثبت فابنته من الرضاع لا ترث منه شيئا ووجوب صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع فالرحم يختص بالأقارب فكل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط وهي النكاح والنظر والخلوة والمحرمية ولكن على المرء صلتهن بالزيارة والسلام عليهن والدعاء لهن فهم آباؤه وأمهاته من الرضاعة فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى